المباراة النهاردة كان فيها أخطاء كثيرة فنية من كثير من لعبي نادي الزمالك بجانب الأخطاء التكتكية والفنية والقيطية من أوساريو بس دايماً اللي يتحمل وحده كل المسؤولية كل المباراة هو محمد أشرف روء يعني الناس تسيب كل اللاعبين اللي قدموا بمباراة مش جاهدة ويمسك في محمد أشرف هو روء عمل مشكلة لنفسه لما داخل في مشادة مع الجمهور في لقاء بروكسي اللاعب لما بيخش في مشكلة مع جمهور ناديك عموماً بيبقى خلاص حط نفسه في منطقة من الآخر كده سلمت نفسك بالزبط فيه دقطة اللي هو إيه أنت المفروض تتعدي واحد اتنين تلاتة بتعدي أيها الشيء الجمهور كمان بليك متعصب يعني جمهور ناديك بيبقى مختلفة شوية اللي هو إيه هو مش اللحظة اللي هو بيهجمك فيها ممكن تتقلب لإشادة 100% لو أنت وفقت في اللقاء هو مش تارجة انجليك يعني بشكل كبير ده ممكن ساعات انت بتبقى لعب وبيبقى فيه جمهور ناديك تانية آه ممكن تستادك وكلام من ده إنما جمهور ناديك غالباً بيبقى غضب بتبقى كلمة اتنين وبعد كده بترجع لو أنت لعبت كويس بتشجع فهو رؤى حط نفسه في الحتة دي فالجمهور بدأ يركز معا ولكن إحنا لو ركزنا على رؤى إحنا بنركز على بجموعة لعب الزمالك إنت يا كريم لو جبت أي لعب في الزمالك النهاردة وركزت كده على طريقته في الباص الموضوع هيبقى صعب جدا اللي إحنا بنشرحه هنا كريم كرؤى كنموذج اللي هو إزاي الزمالك حيفشل في طريقة اللعب اللي هي معتمدة على إن الكرة تفضل معاي واستحواص طويل والكرة تقعد في رجل دقيقة واتنين والهجمة تلف وأنا بلعب لعب زيادة في النص ولعب زيادة في الدفاع ولعب زيادة في كل خط عشان أنقل مرحلة الاستحواص بتاعي من طريقة بونى اللعب من خط الأول أنقلها تانية للدفاع وعمل التحولات كل ده طالما ما فيش استلام وتسلم كويس حيضيحها بقى فالحطة اللي إنت قاعدين نقول الناس هو بيبقى مثلا بدأ يلعب بالتلاتة بيدور على لعب زياد طب اللعب الزياد ده له حيمرر غلط إيه قيمته في النهاية يعني أنت حتدور على لعب زياد بيسلمش ويستلب يعني هو الطريقة اللي هكت بتبقى أكثر حزرا شوية في الدفاع أنت قللت عناصر الدفاع عشان تزود عنصر طب العنصر ده لو هو بيسلم ويستلم بشكل غلط أنت إيه اللي هيحصل لك لو جبنا عنا بقى عشان احنا مركزين على رؤة في ثلاث بصات كده كناموذج بس هو الناموذج ده يا كريم يتطبق على أي لعب في الزمال يعني دونجا لو جبناه لوزيزه شخصيا لو هو أفضل لعب الزمال تعال حنبدأ برؤة أنا حديك باص حتى السليم بتاعه يعني هنا بص رؤة وقفلي بس وارجعلي دي أقل باص السليم من رؤة نتخيل أن ده السليم أنا عايز أشرح نقطة بس الديفندر هنا ما بيطلع الكورة كريم الكورة دي أما بتطلع على الأرض إيه اللي بيحصل بيبقى ما فيش اللاعب اللي بيستلم عنده وقت ومساحة يتحرك بشكل أسرع صحيح أما بتسلم هلو أنت بشكل اللي تشب ده و العالي هياخد منه وقت كبير في المساحة والاستلام والاشتراك مع لعب الخصم عشان كده ما بتبقاش هجمة بص رؤة هنا بدل ما يختار التمرير للأرض القوي بيختار تشب عالي هيدخل مصطفى شلبي في الصراع ما تروح لشكبالة هتنتهي في فاول أنا بشرح لك إن ده الباص السليم بتاعه الباص السليم إنه كان سهل وبسيط اختار إنه يعمل تشب وطويل تخيل بقى مستقل باصات التانية تعال هنا بص أنا بختار هنا الباصات اللي ما فيهش ضغط واللعب بيستلم هو مرتاح يعني بص هنا بسلا نشال بتاحت الضغط ممكن يغلط إنما بص رؤة نوقف بقى بص رؤة في باص بسيط إزاي يعني قبل ما رؤة بيباص بص بص الباص ما فيش ضغط عنده مساحة عنده زمن أهم حاجة لأي لعب كورة إنه انت تدي له مساحة وزمن صح عنده المساحة والزمن وباص باص غلط صحيح وهو فيه رقبة كانت مميزة من اللعب الأفريقي على زيزو بس هنا التمريرها وحشة من رؤة بص تاني الباص هنا من رؤة هاي بطلع عامل إزاي أنا كل دي باصات بختار لها التوقيت ممكن ممكن بقى يعني كمل ممكن إيه التوقيت مش مظبوط معانا عديد من الباصات طلعت من رؤة كريم في وقت كان مسموح عنده المساحة والزمن إنه يطلع كورة مظبوطة وسليمة وما حصلش يمكن اللقطة اللغ بطل في اللقطة دي نحن كنت تطرد دي يا 47 فيها جات 47 وشوية لا يا 47 نشوط الأول يا 47 نشوط الثاني أصف ياتمنا عن جانب ياتمنا عن جانب بس هي نموذج لللي احنا بنقوله